حظي وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة باستقبال من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بصفته مبعوثا خاصة لرئيس الشمهورية عبد المجيد تبون وبهذه المناسبة أبلغ الوزير العمامرة تحية الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيها الرئيس قيس سعيد ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدهما من حرص مشترك على الدفع بالعلاقات التعاون الثنائية نحو آثاق أرحب وتعميق سنة التشاورية والتنسيق وقبل ذلك أجرى الوزير العمامرة محادثات مع نظيره التونسية عثمان الجراندي تطرق خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم طرفين سوى أعلى المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف نستمع لتصريح انطل عمامرة تشرفت بهذا اللقاء الثري مع سيادة رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وتسلم مني رسالة من أخيه الرئيس عبد المجد تبون كلها مودة وإخاة وتأكيد على ما سبقه أن اتفق الرئيسين بشأنها من أعمال مشتركة من دفع للتعاون بين البلدين الشقيقين وتكثيف التنسيق وتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل ما تعلمون لقد شاركت تونس الشقيقة في إنجاح القمة العربية بجزائر فأنا شاكرته فخد رئيس على هذه المساهمة القيمة كما نقشت مع سيادته بعض الأفكار المرتبطة بتنفيذ بعض القرارات الأساسية في مخرجات قمة الجزائر السيامة ما يتعلق بنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال إحقاق حقوقه غير قابلة للتصرف وكذلك تمسك بلدينا بمبادرة السلام العربية فنحن كلنا عزم على مواصلة العمل والتنسيق كبلدين الشقيقين تربطنا علاقات تاريخية مصالح متقاسمة وتربطنا كذلك أعمال واعدة في مستقبل بلدينا والأمة التي ننتمي إليها مغاربيا عربيا ودوليا ترجمة نانسي قنقر